طبعا انا متأكد ان كل المتابعين اللي بيتابعوني بيحبوا الفلافل فانا الصراحة قلت النهاردة هعمل لكم الفلافل بطريقة حلوة وسهلة واحلة كمان من اللي بتشتريها من المحلات جاهزة تابعوا معايا الطريقة الاخر وان شاء الله هتعجبكم اول حاجة زي ما انتم شايفين كده الحمص بتاعي بنقعوا قبلها بيوم او قل حاجة 6 ساعات تمام تقدروا استخدموا طبعا الفول الماتشوش هنا بقى الخضرة بتاعة الفلافل عبارة عن بقدونس وشبت وكسبرة وشوية بصل اغدر او كرات وبصلتين متقطعين على اربعة ومعلقة تومة فروم هنا البهارات بتاعتي سهلة جدا يعني مفهاش اي حاجة صعبة شوية كسبرة بودر وشوية كسبرة حصى وشوية كمون وملح وحاجة اسمها كب بصيني او كب بصيني تقدروا تشتروها من عند اي عطار حاجة كده شبه جسط الطيب هبقى احط لكم زورتها بعد كده بحط كل المكونات بتاعتي دي في الكبه وببتدي ان انا افرومها تمام اطحانها طبعا طبعا هايزين المقادير هقول لكم على المقادير لو هتعملوا نص كيلو حمص هتحطوا عليه نص كيلو خضرة يعني البصل بالطوم بالبقدونس بالكسبرة بالشبت بكل حاجة هتبقى في حدود حوالي نص كيلو تمام وهتدربوا الاتنين مع بعض زي ما انتم شايفين كده العجينة بتاعتي بيطلع مفهاش مية يعني بتكون متماسكة وفي نفس الوقت هشة جدا بعد ما ضربتها دلوقتي هحط البهارات بتاعتي تمام عندوكو طبعا السمسم يعني حوالي 50 جرام سمسم دي حاجة اختياري مش اجباري بس براحتكم يعني تمام كده زي ما انتم شايفين العجينة بتاعتي مفرولة وجميلة وهشة دلوقتي بقى هوريكم الطحينة اول حاجة بجيب كباية طحينة بحط عليها رشة كمون ورشة شطة ورشة ملح ورشة فلفل ابيض ومعلاقة توم مفروم تمام وبحط عليها تاني كباية مية مع تلج طبعا لما عندكوش تلج عادي كباية مية بردة من التلاجة هتقدروا تحطوها على الطحينة ما تخافوش مقدار كباية على كباية حيعمل معاكو طحينة طقيلة وحلوة واحلى كمان من اللي في المحلات لان في المحلات بيضيفوا عليها عيش طبعا تمام بعد كده بحط بقى ايه بحط معلقة عصير لمون وابتدي قلبها لو حطته تلج فعادي هتسيبوا التلج يسيح شوية تقلبوها يسيح شوية تقلبوها لحد ما تخلصوا الطحينة تمام دلوقتي بقى انا طلعت طبعا بسيب العجينة بتاعتي بتاعة الفلافل حوالي ساعة في التلاجة قبل ما منزلها في الزيت تمام هحط عليها نص معلقة بيكينج باودر او صودة لو عندكو صودة ماشي عندكو بيكينج باودر ماشي وبابتدي قلبها بإيدي بس كده او بمضرب تقليبة بسيطة وهبتدي بقى استخدم المعلقة دي زي ما انتم شايفين كده لو ما عندكوش عادي هتقدروا تعملوها باديكم ما فيش اي مشكلة طبعا بيكون عندي الزيت يعني زيت يكون عميق شوية ما يكونش حاجة بسيطة وبعدين بكون مسخنوا على الآخر وبعد ما نزل الفلافل بهدي على الزيت عشان الفلافل تستوي معايا من جوة وتبقى لونها كويس من برا تمام وزي ما انتم شايفين كده الفلافل طلع بسم الله ما شاء الله لونها جميل جدا من جوة وهشة ومستوية يعني كانت والله صراحة يعني حاجة عظمة على العظمة دلوقتي بقى انا هعمل الساندوتشات بتاعتي طبعا ساندوتشات الفلافل عادي حطيت شوية خص وشوية خيار وتماطم وكسرت الفلافل بتاعتي جوة الخبز العربي وهنزل عليهم بالطحينة والف الساندوتش بتاعي وكده يعني تبقى الوصفة كاملة متكاملة الفهنا وشفة يا ريد بقى لو عجبتكم الطريقة ما تنسوش شير واللايك واكسبلور وكومنت عشان الكل يستفيد ولو محتاجين اي حاجة اكتبوا لي في الكومنت وانا هجاوب عليكم الف الف شك